الإبداع والابتكار ومشاهدين في دولة الإمارات لم يتوقف ولن يتوقف في مجال واحد لكن شمل العديد من المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الزراعية لهذا باته زراعة بعض الخضروات الفواقه وأيضا الزهور والورود في منازلنا شيء ما نقدر نستغنى عن لا شيء أروع من زراعة حديقة المنزل في مختلف أنواع النباطات التي تبث الراحة والسكينة والهدوء في نفس الناظر لها بغض النظر عن السبب اللي دعا صاحبها لزراعتها في منزله فهي أصبحت ضرورة ملحة وحاجة أيضا للأشخاص في منازلهم حمدى ونقدر ننكر هالشي يعني المنازل سواء كانت صغيرة أو كبيرة حين تشوفين الناس الكل يهتم بالزراعة وبأشكال النباطات الجميلة والمختلفة سواء داخل حديقة المنزل وأيضا خارجها صحيح زينة بيمكن حتى نحب وايد الزراعة بطريقة جدا كبيرة حتى قمنا نزرع في الأماكن أو الأماكن الداخلية في المنزل وليس حتى الحدائق أو الأماكن الواسعة اللي موجودة برع في منازلنا لذلك منتحدث مشاهدين عن كيف من الممكن كيفية زراعة الزراعة المنزلية والاختيارات المناسبة لأصحاب الحدائق المنزلية خلونا نرحب ضيفنا بالستيديو المهندس الزراعي مصطفى علي السبع صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا حياكم أستاذ لو تخبرنا ما مدى أهمية وجود أصلا الزراعة أو الحديقة داخل المنازل من ناحية الأهمية فلا غناء عن الزراعة لأنها مصدر غذاء للإنسان ومن ناحية ثانية برضو الزراعة بتسبب راحة نفسية للإنسان اللي بزرع وزي ما بتعرف الزراعة المنزلية عدة أنواع اللي هي بتعمل على استغلال الأرض بالشكل الأمثل وهناك عدة نباتات ممكن استخدامها حسب الفترة الزمنية الصيف الشتاء والحمد لله رب العالمين الزراعة في الإمارات تطورت وأصبحت من ناحية يعني بتنافس الدول من ناحية الهايدروبونيك الزراعة الحديثة الزراعة التقليدية بالأرض سواء زراعة كانت مكشوفة أو بيوت محمية يعني فيه تطور مستمر أستاذ أكيد طبعا لكل دولة مناخ خاص فيها وطبعا دولة الإمارات يعني خاصة أنا يمكن أن نقول فيه فصل الصيف تبدأ رطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة شو هي أكثر النباتات المناسبة لزراعتها في الحديقة المنزلية في الحدائق المنزلية في فصل الصيف لازم اختيار النباتات التي تتحمل الحر لأنه تعرف درجات الحرارة عالي جدا مثل محصول البامية ممكن زراعته الآن وبيستمر إلى شهر سبعة بتحمل الحر بعض أصناف الخضروات مثل البطيخ الشمام ممكن زراعته الآن بيستمر أيضا إلى نهاية شهر سبعة تقريبا في بعض الأشياء مثل الريحان في البربير هذه من الأصناف التي تنجح زراعتها في فصل الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة أيضا أستاذ أكيد من الممكن هناك طريقة يجب أن نتبعها للحفاظ على هذه النباتات المنزلية لو تخبرنا عن هذه الطرق المتبعة صحيح يعني زي ما بحكوها درهم وقاية خير من قنطار علاج الوقاية والمراقبة المستمرة للنبات ومراقبة النبات النبات كائل حي بده مراقبة من ناحية العطاش نصاب بقافة معينة وإذا تعالج أو يعني يعطني فيه في الوقت المناسب يعمل على استمراره لفترات طويلة وأخذ إنتاج من نفس المحصول لأكبر فترة ممكنة أستاذ ذكرنا أيضا يعني هناك المساحات الكبيرة في بعض الفلال أو المنازل داخل دولة الإمارات في مختلف المدن كيف الأشخاص ممكن يختارون المكان المناسب لبدء الزراعة وفعلا يتأكدون أن هذا المكان مناسب لإنبات النباتات وأيضا نموها بالشكل المناسب صحيح دائما قبل الزراعة لازم اختيار البذور المناسبة لأنه في عدة أنواع من البذور خصوصا البذور اللي بتوائم ظروف الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة المكان المناسب لزراعة النبات لازم يكون المكان الأكثر أرضى إلى الشمس والإضاءة لأنه الإضاءة عامل مهم في الزراعة فالمنطقة اللي بتواجه أكثر شيء الشمس تقريبا شرق غرب بتكون هذه من المناطق المناسب الزراعة فيها برضو ممكن استغلال جميع أنواع المساحات في المنزل سواء شجرة النخلة حوالين الويل يعني ممكن استغلال المي راية النخيل ونزرع حوالين الويل مثلا بعض الورقيات مثل الجرجير البقدونس منه بنكون المي تيجي للنخل ومنه بناخذ من هذا المحصول والتربة يعني استاذ مثلا أكيد التربة تختلف من منطقة إلى أخرى كيف فعلا يقدر مثلا صاحب المنزل قبل البدء في عملية الزراعة أنه يتأكد أن التربة هاي صالحة للزراعة هو بمعظم يعني معظم التربة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقيرة للمواد العضوية بمعظم المزارعين أو اللي بيستخدموا الزراعة المنزلية أو الخارجية بيجيبوا السماد العضوي بخلطوه مع الأرض في بعض يعني المعاقمات العضوية بيستخدموها وبجهزوا الأرض بروها لمدة يوم يومين وبعدين بزرعوا الشتل فيها طبعا بيكونوا مؤسس شباكة الري حسب المساحة المتوفرة عنده بيقدر يتحكم في هاي الأمور أيضا لما يروح صاحب المنزل عشان يشتري بعض النباتات عشان يروح يزراعها في المنزل أكيد هناك أشياء لازم أيضا يعرفها في عملية شراء النباتات قبل زرعها لو تقول لنا أستاذ شو هي الأشياء اللي يازم يعرفها هذا الشخص عشان يروح يزراعها بالطريقة الصحيحة أول شيء لازم يعرف أنه النبتة اللي يريد يشتريها هل هذا الجو أو الوقت مناسب لزرعتها يعني أشيلها من الأصيص وزرعها بالأرض هل هذا الوقت مناسب لها ثاني شيء لازم يشتري الشتل أو النبات من مصدر موثوق مصدر موثوق أنه تكون خالية من الأمراض ما يجيبها فيها أمراض تنقل الأمراض لأنه النبات كائن حيصاب ببعض الأمراض الفطرية الحشرية البكتيرية حتى الفيروسية في عدة أمراض تصيب النباتات ثاني شيء المعاملة الجيدة للنبات منها حيط الري والمراقبة وتزود النبات بالاحتياجات اللازمة أستاذ أيضا هناك ناس تحب تزرع الخضروات أو الفواكه في المنازل مش لازم يكون عندهم مزرعة ممكن في حديقة المنزل سواء كانت صغيرة أو كبيرة شو هي مثلا أفضل أنواع الخضروات الفواكه اللي ممكن يتم زراعتها في المنزل وتنمو بالشكل الجيد بالنسبة خلينا بالخضار بعدين نجع الفاكهة بالنسبة للخضروات معظم المحصيل في الموسم الزراعي من شهر سبعة أو بداية ثمانية إلى شهر أربعة تقريبا يصلح تقريبا لمعظم أنواع الخضروات مثل الكوسة، الفلفل، الطماطم، الخيار والورقيات، الخس والبقدونس والجرجير بأشكالها والرويد بالنسبة لل... يعني تقريبا معظم أنواع الخضار تزرع في هذه الفترة لأنها تحتاج برودة أقل ما تحتاج حرارات عالية بالنسبة لأشجار الفاكهة في عدة أشجار تزرع هنا وناجحة مثل التشيكو مثل التين، التين الآن ازدهرت زراعة التين وبلشت تزيد سواء في المنازل أو في المزارع التجارية الليمون برضو في اللي هم بسموها احنا بنسميها القشطة بسموها الشريفة برضو تنجح الزيتون اللي هو الجوافة البذام أو اللوز عدة أنواع من أشجار الفاكهة وناجحة وماشاء الله وفي كثير مزارعين باعتمدوا عليها كمصدر رسل صحيح حتى السادة هناك تغيرت مثل ما نقول نوعية الري في دولة الإمارات استخدم مكانة أصاليب مختلفة لعمليات الري ذكرنا بس ما هي طريقة الري المناسبة للأشجار المتواجدة في المنزل ومختلف أنواعها طبعا أهم مصدر يعني ويجب الحفاظ على المي زمان قبل التطور الزراعة وأيام الزراعة البدائية كانوا يعملوا الفلي أو الشريع نعم الأفلاج وكانت تستهلك مياه بكثرة الآن مع تطور الزراعة وابتكار الأساليب الحديثة صنعوا بيبات الري اللي هي اللي بتعطي احتياج النبات الكافي مع الحفاظ على الهدر في الماء في يعني الأشجار النخيل الآن فيه زي نظام نظام رأي بيجي من تحت الأرض بسموه البوب أو يعني الرشاشات بتشغل لمدة أربع أو ثلاث ساعات حسب الحاجة حسب كم بدفق لتر بعطي الاحتياجات بدون أي هدر جزء المي بتروح المي مباشرة للشجرة بدون ما مثلا تتسرب أو بحافظ جدا على المي وبالنسبة للخضروات صار الري بالتنقيط البيبات الري بالتنقيط في منها بعطي مثلا أربع لتر في الساعة ثمانية لتر في الساعة على حسب احتياجات النبات بعدين بتحكموا بالري بطريقة يا مانيوال يا أوتوماتيك الآن في كثير بتحكموا بالري عن طريق أوتوماتيك أستاذ ذكرت مسبقا أن النباتات أكيد تحتاج إلى ضوء الشمس لإكمال عملية البناء الضوء عشان تنمو أيضا بالشكل الجيد والشكل المناسب لكن في بعض الأشخاص نفس ما ذكرت حمدة ممكن يحطون بعض الشتلات النباتية في أحد زوايا المنزل كيف يتم الاعتناء بها وأيضا كيف يقدروا يوصلوا لها الضوء نعم فيه هسا النباتات تقسم أيضا إلى نباتات داخلية ونباتات خارجية نباتات الزينة خصوصا يعني يكثر على نباتات الزينة في النباتات الداخلية اللي هي اللي ما بتحتاج أشعة شمس مباشرة تحتاج برودة أعلى تحتاج عتمة هاي تصلح مثل السنسفيرة السجاد الكولياس هاي تصلح داخل البيوت وفيه نباتات زينة أيضا تصلح خارج وفيه نباتات تصلح خارج وداخل حسب دائما الملاحظة في النباتات الزينة المنزلية يعني بيجي المواطن أو الأخ بيشتري النبتة وبيحطها في البيت بيبلش أعطيها مي بالزيادة مي بالزيادة يعني شرى بشكل يومي بعد أسبوعين بيلاقي الشتل بتعب لأنه زيادة المي عن الحد المناسب بيعمل أمراض فطرية وبيعمل مشاكل لكل نبتة إلها احتياجاتها الخاصة يعني ليس بالضرورة زيادة الري يعني بقدر معين بالضبط ليس بالضرورة زيادة الري أنفع للنبات أمراض بيكون عكسي أيضا ذكرت أستاذ في جوابك السابق أن من الممكن بعض الأتربة في دولة الإمارات أو في المنازل تفتقر لبعض الغذاء أو الانتاج الغذائي فيها أو الفائدة الغذائية فيها للنباتات ذكرنا بطرق الأفضل لطرق الأسمدة الأفضل في المنازل الطرق الأفضل في المنازل مخلفات يعني المخلفات الخضار في المنزل في بعض المنازل بيعملوا زي سل أو حوض خاص ببقايا المخلفات النباتية مثل الخضروات بجمعوها فيها الفواكه قشور الفواكه بجمعوها بيسوها زي الكومبوست بجمعوها بيخلوها تتخمر لمدة أربع شهور خمس شهور ست شهور ممكن استخدامها أيضا هاي كمصدر عضوي ومصدر غني بالمواد الغذائية للنبات تخلط في التربة وتقليبها مع التربة بعد تخمرها طبعا أربع خمس شهور حيث يتمد النبات والتربة بالاحتياجات والعناصر المناسبة أستاذ ذكرنا أيضا كيفية الاعتناء بالنباتات سواء من ناحية الضوء والري وأيضا الأسمدة وأنواع الأتربة داخل المنازل وأيضا في المدن المختلفة داخل دولة الإمارات لكن مثلا الشتلات التي يتم وضعها داخل المنزل هل يجب استبدالها بشكل دوري أو لها مدة معينة ويجب يعني إعادة زراعتها مرة أخرى حسب شو الشتل يعني مثلا نباتات الزينة غالبا تستمر مثلا زي السن سفيرة هاي تستمر سنوات في نباتات زينة داخلية مثلا زي السجادة أو الكولياس بسموها هاي موسمية تطلع النبت بتكمل دورة حياتها تقريبا شهرين ونص ثلاث بعدين خلص هذا الوضع الطبيعي أنه بتنتهي حياتها تجدد فكل موسم له نباتاته الخاصة بالنسبة أيضا للنباتات الزينة الداخلية الاعتناء فيها بكون في بعض المغذيات أو الأسمدة الخفيفة اللي تضاف إلها بحيث تحافظ على نظارة النبات من حيث امداده في العناصر الصغرى أو العناصر الكبرى النبات بيحتاج حديد مغنيسيوم بعض العناصر اللي بتحافظ على اللون بتظلها مثلا دائما خضرة ما بتميل للإسفرار مع الرغم من مثلا عدم احتياجها للضوء بشكل مباشر صحيح أستاذ طبعا والمهندس الزراعي مصطفى علي السبع شكرا حقيقة على المعلومات اللي زوتت لنا وشكرا على تواجدك اليوم معنا تعطيك العافية لحيث تحافظ على نفسنا حيث تحافظ على الانضاء الطعام لحظة تحافظ على القناة هياك تحافظ على الانضاء تحافظ على الانضاء لهذا يومات اشتركوا في القناة